لغة القرآن كم تعجبني ما أحلاها لا أرضى أن أخطئ فيها لا أرضى إلا فصحاها لغتي لا يخرج من شفتي إذ أنطق إلا أنقاها لغتي لغتي ما أنداها لغتي لغتي ما أحلاها لغتي لغتي ما أنداها أهوى العربية أهواها لغة القرآن بها نزلت آيات فاحت بشداها لغتي لغتي ما أنداها أهوى العربية أهواها لغة القرآن بها نزلت آيات فاحت بشداها واحد اثنان واحد اثنان اثنان واحد واحد اثنان واحد اثنان أيها الجد الحكيم السلام عليكم وعليكم السلام جدي أريد أن أعرف كل شيء كل شيء دفعة واحدة يا نسيم نعم يا جدي الأهم أولا معرفة الحروف الهجائية الحروف الهجائية أنا لا أعرفها أبدا إن لم تعرف هذه الحروف فلن تعرف شيئا أريد أن أعرف الحروف الهجائية كلها وهناك 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 سوف تعرف كل الحروف بإذن الله مدينة الحروف الهجائية يا إلهي نسيم نور واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان هيا دينا إلى مدينة الحروف الهجائية هيا يا نور لا أريد أن أذهب لأنني ألعب هيا يا نور لا تضيعي وقتك حاضر يا جدي مدينة الحروف الهجائية مدينة الحروف الهجائية مدينة الحروف الهجائية اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا الحرف الأول هو الهمزة اكتبوا مثل جزي الحكيم هذا الرجل وقف في طريقي اسأله من انت يقول لي انا انا فمن هذا انا حرف الالف يا صديقي نسيم انا دائما اقف كالعصى حرف الالف تضع تاجا نعم اضع تاجا لانني يا نور ملك الحروف واول الحروف لذلك وضعوا لي التاج والتاج هو الهمزة ماذا قلت؟ قلت الهمزة هي التاج وعندما اضع التاج عليك ان تلفظيني همزة اصبح همزة ها؟ مفهوم اجل حصن والعمل ارينا عملك يا حرف الالفي اذا؟ بكل سرور هيا هيا تعالوا معي هيا ها؟ فضلوا مع جدنا الحكيم ايضا هيا هيا يا احبائي هل تعرفون هذا؟ اهرام 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 صحيح؟ صحيح صحيح من منكم يستطيع ان ينطق كلمة اهرام من دون ان ينطق اسمي اولا هل يستطيع اي واحد منكم؟ هل نستطيع ان نقول اهرام دون ان ننطق حرف الالف؟ هل نستطيع؟ اكيد لا نستطيع هاها لان كل حرف من الحروف له اهميته هنا وسأريكم اهمية الان هل ترون هذه الاهرام الثلاثة؟ استطيع ان اجعلها هرما واحدا بكل سهولة تجعلها هرما واحدا؟ كيف؟ اذا تركتها كيف؟ كيف؟ كيف هذا؟ حسنا حاولوا ان تقرؤوا اهرام من دون حرف الالف انتبهوا اه اه اعرفتم اهميتي الثلاثة صارت واحدة بطريقة بسيطة انت مهم جدا يا حرف الالف كل الحروف مهى فكل حرف له أهميته في لغتنا العربية وعليكم أن تتعرفوها مع الجد الحكيم في مدينة الحروف الهجائية وإذا عرفتم أهمية الحروف فستعرفون اللغة العربية لغة أبائنا وأجدادنا ويعاد الهرم من جديد إلى أهرام؟ نعم بحركة بسيطة هرم هلح أهرام أرأيت يا نور؟ لو سمحت يا حرف الألف نعم أيها الجد الحكيم نلاحظ أنك عندما تتوج بالهمزة نلفظك همزة لا ألفا أما عندما تتخلى عن تاج الهمزة فنلفظك ألفا لا همزة هل هذا صحيح؟ صحيح فالألف مع الهمزة همزة أما الألف من دون الهمزة فألف إذن فأول حرف من حروف الهجاء هو الهمزة وقد سر أصدقاء الحروف كثيرا من هذه المعلومة التي أوصلتها إليهم سأكتب الحرف على دفتري؟ ألف ألف لننسى حرف الألف ولا الهمزة فوقه ألف أبو الهول ألف أهرام ألف أب ألف أخ ألف أنا وما حكاية هذه الأهرام يا جدي؟ بنيت منذ آلاف السنين وبقيت حتى الآن ألف ألف؟ أنا ألف أبي ألف أمي ألف أخي ألف؟ أنا ألف؟ أبي ألف 받고 أمي ألف أخي ألف أخيancy أنف أبي أليك أمي أليك أخي